من المنتظر أن تفرج المحافظة السامية للرقمنا قريباً عن أول استراتيجية وطنية لتحول الرقمي التي تعتبر الوثيقة المرجعية للجزائر لتحقيق الحوكم الرقمية استراتيجية من شأنها توحيد الجهود لتحسين أداء الإدارات ونوعية الخدمات المقدمة قبل أن يكون الرئيس في برامجه الانتقابي بين الانتزامات 54 هو رقمنات الاقتصاد الوطني والهدف منها هو إنشاء حكومة مرقمنا يتبعنا كل خطواته أنه كل مجلس وزارة يعطي تعليمات وعناية خاصة لهذا الملف نظر الأهمية الإيجابية التي سيقدمها للوطن والاقتصاد الوطني والأمن الوطني بصفة عامة هو الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحسين الخدمات المقدمة المواطن تحسين الاقتصاد الوطني في إطار بناء نموذج اقتصادي متكامل والرفع في القدرات الانتاجية لا بد من بنية تحتية لتجمع كل المعطيات لاتخذ قرارات سليمة وراشدة داتا سنتر مركز بيانات يعد مكسبا للجزائر للتقليل من التبعية التكنولوجية للخارج وتحسين جودة الخدمات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين وتحقيق الرفعية للمواطنين من ناحية أهمية المركز على المستوى الوطني راح يعود بالنتيجة مباشرة على الاقتصاد الوطني عنده إيجابيات كثيرة من بينها تقديم خدمات أحسن المواطن التحكم في الانتاج رفع في المردودية للانتاج الوطني تساعد في تحسين الخدمات للمواطن وفي انتظار مصادقة رئيس الجمهورية على الوثيقة المتضمنة للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تعد خطوة للم شمل كل القطاعات وتحقيق الحوكم الرقمية والرفاهية للجزائريين تتسابق مختلف الوزارات على رقمنة مصالحها في أقرب وقت ممكن